عايز أعلك عن اتنين لعيبة تحديداً يعني إمام عشور ممتاز التقلق عظيم جداً في المباراة الماضية أفضل لعب في المباراة والمباراة اللي قبلها بتاعة أوراوه هو أفضل لعب في المباراة تحس وبدأ يرجع ينور تاني إمام عشور بكامل مستوى وسألك كمان عن كريم فؤاد كريم فؤاد النسخة الحالية مع النادي الأهل كان نسخة عظيمة جداً قبل الإصابة للتذكر والنسخة دي بدأ في ناس تتكلم هل هو جناح حاجة عظيمة ولا يرجع تاني كباك رايت أو باك ليفت يعني لما كان بيلعب في الأول الاتنين دون معك خلينا الكلام على كريم فؤاد الأول ماشي كريم مكتهد جداً الفكرة في كريم أنه آه احنا شفنا نسخة عظيمة جداً هي الفكرة أنت محتاج منه إيه بس الناس بتتكلم على كريم فؤاد عشان فكرة أنت المطلوب منك إيه ما قبل الإصابة كريم فؤاد كان بيلعب إيه وبعدين طلع بقى وينج رايت وينج رايت على عدلة رجلك اليمين أنت مطلوب منك حاجتين مهمين جداً رقم واحد تأمين الخط مع الباك اليمين اللي وراك سواء كان أكرم توفيق أو محمد هاني رقم اثنين هو صناعة الفرص أنه أنت بتعمل الكروسات معتمد في ده على فكرة أنه أنت عندك مهاجم جوه المنطق أنت ما عندكش مهاجم كريم فؤاد ما بعد الإصابة اتنقل من الوينج اليمين للوينج الشمال هنا أدوار كريم فؤاد اتغيرت ما بقتش تأمين الخط بقدر ما هي سحب الباك اليمين للفريق المنافس جوه المنطقة عشان يفضي الخط لعلي معلول ويعمل فكرة الدبل باس معاه بس كريم كان أقرز مميزاته اللي انت بتقوله دوت ناحية اليمين بس دب يعني كريم كانت ليه جوه منطقة الجزاء كتير جداً كريم بيعرف يخش طول الوقت جوه المنطقة نوع واحد مش نعيباً عندها إفراط في الجهد البدني بشكل ذوهبية والله مركزية فده كان بيسهله دايماً الدخوله داخل منطقة الجزاء بس ده في إيه بقى؟ الفكرة هنا في إيه؟ عادلته مش عال عادلته على الحتة اللي كان بيلعب عليها مارس الكولر مارس الكولر لو نفتكر فيه النص الأول من السيزن أو النص الأول من الوقت اللي احنا بنلعب فيه يعني أول شهرين ثلاثة كان بيلعب دايماً على الحتة اللي كان بيتكلم عليها الشاب اللي هي المشكلة عندنا دي القاري دلوقتي تقريباً هم كلهم غشوا من مارس الكولر فكرة إنه الدخول ما بين الباك والمساك أنت بتقعد تجمع لعب تجمع لعب تجمع لعب ومرة واحدة بتلاقي سواء كريم فؤاد سواء بيرسي تاو لأن بيرسي تاو برضو كان بيعملها سواء كريم فؤاد سواء بيرسي تاو أو أي وينج يمين بيلعب في الحتة دي بتلاقيه بيتسلل من وراء الباك للشمال عشان يبقى متواجد ما بين الباك وما بين المساك عشان يتلعب له اللونج بول وتعاملت كتير وحتى كلنا فاكرين الورقة اللي اتسربت في السوشيال ميديا اللي مرسومة بالخط الإيد إنه أنا عايز الكرة الطويلة من هنا لهنا وإنت هتخش من هنا لهنا كريم فؤاد كان بيطبقك كويس جداً الفكرة دي تغيرت من فكرة إن إحنا بنلعب ما قبل النص الملعب وبنعمل على التحولات إلى فكرة إن أنا بلعب إن أنا بضغط عليك طول الوقت مناطق خطيرة بخطف منك الكرة في على حدود التمنتاشر وبفضل طول التسعين دقيقة اللي أنت كنت بتقوله من شوية فكرة إن أنا بضغطك طول المطش ده مش معتمد على فكرة إن أنا بحضر من وراء وبعمل بلدب وبعد الكرة الطويلة اللي بيجري من وراء فالدور بتاع كريم فؤاد اتغير عشان كده الناس بدأت تقول هو كريم فؤاد يرجع تاني باك يمين ولا لا؟ لا هو كريم فؤاد ممتاز ومكتهد واحد من أعلى المعادلات البدنية زي ما كان لسه شهاب بيقول بس هي الدور بتاع المطلوب منه تغير بالضبط إمام عشور سريعا ممكن نعود الخريطة الحررية وانا بتكلم عشان ما ضيعش وقت طويل إمام عشور ممتاز ولكن في آخر مطشين تحديدا خريطة الوراية دي خريطة ممتازة دي خريطة خريطة حررية بتاعت إمام عشور في مباراة سنوريكا كليوبوترا إمام عشور كان الدور بتاعه بيلعب إيه كان بيلعب أهف شمال هف شمال إيه اللي جايبه ناحية الباكي اليمين هنا هف شمال إيه اللي جايبه قدام منطقة التمنتاشر كلاعب رقم ستة ديستروير الفكرة في إمام إنه المباراة العظيمة اللي عملها أمام فلومنانسي أمام لا مش فلومنانسي أمام لا مش فلومنانسي أوراو ريدز وحصوله على لقب رجل المباراة فتحت نفسه شوية أنا واحد من الناس اللي مقتنع إنه إمام لسه مقدمش كل أوراق اعتماده مع النادي الأهلي كان عنده مستوى أعلى بكتير مع الزمالك وعنده مستوى أفضل نسبياً مع ميتلند في الكام مباراة اللي اتفرجنا في يوم على إمام في ميتلند ولكن المباراة الأخيرة تحديداً أمام أوراو ريدز فتحت نفس إمام فشفناه بشكل مختلف تماماً أمام سيروميكلي جليفاترا القرار اللي إمام عشور خده في التاريحة بتاعة مودست وانت بتلعف الدي أربعة وتسعين وانت متعدل صفر صفر وخلاص بدنياً بالخرط الحراري اللي احنا كنا شايفينها بدنياً منهك ان انت بتغطي حتى وراء الباك اليمين ان انت تاخد القرار ان انت تجري سبرينت وترقص واحد في التاني وتخش جوة 18 في واحد يديك كتف كمان وتقعش دي جاهزية بدنية عظيمة وبتجري سبرينت مش من قبل التمنتاش انت بتجري سبرينت من نص الملعب انت مودست رياح لك كرة في نص الملعب خدت ده كله سبرينت وواحد يديك كتف وما تقعش والتاني يتزحرق فتزوء كرة من جنبه جاهزية عظيمة اكتر من بدنية هي جاهزية ذهنية لانه هو استفاق ما بعد المباراة الاخيرة وحصوله على ميداليا فيه كاس العمل هو لعيب نفسي جداً اه جداً يزبطه جداً